سلام عليكم أنا ابني عنده سنة وطلع أربع سنان فوق واثنين تحت هل كده تسنينه ماشي كويس مع العلم أنه لسه ممشيش هو عنده سنة بس بيسند علينا وبيقف ثواني ويخاف ويقعد هل كده طبيعي أرجو الرد ضروري طيب أسنان يعني أربع أسنان فوق أربع أسنان فوق وتحت مستوى التسنين كويس يعني متوسط يعني مش وحش ومش ممتاز بس حلو يعني في التسنين حلو لكن عدم المشي هنا لا مع مستوى التسنين ده يشجع الحقيقة على مراجعة مستوى الكالسيوم يعني يفضل أن احنا نعمل للطفل ده تحليل الكالسيوم والكالسيوم على فكرة نوعين يعني لما بنعمل تحليل الكالسيوم هما تحليلين يعني احنا بنقول للمعمل عايزين نعمل الكالسيوم ممكن هو يسألكم وممكن يعملون من نفسهم فما تتخضوش في حاجة اسمها التوتا الكالسيوم أو الكالسيوم الكولي وفي حاجة اسمها الايونيزد كالسيوم الكالسيوم الايوني والكالسيوم الايوني ده اللي بيتقاس مستوى الكالسيوم اللي مش مرتبط ببروتينات يعني الاتنين مهمين تمام وهو تحليل واحد يعني قصدي نفس العينة بس هو بقى في الفحص بيبقى فيه هو بيتقسم لحاجة طبعا بلفت نظاركو برضو ان في سن سنة والمفروض ان الطفل يكون ماشي على دواء الكالسيوم يعني فيه ادوية بيكون فيها كالسيوم وفيه ادوية بتاعت فيتامين دال وفيه ادوية الاتنين ودي بتمقى روتينية يعني الطفل بياخدهم دي بقى من الادوية اللي لما الدكتور يقولك هيمشي عليه سنة هيمشي عليه سنتين لا دي تمام خلاص حكاية برضو انه بيقف ثواني وبيقف ده طبيعي مهم برضو ان انا عرف حضراتكم او اراجع مع حضراتكم بسرعة انا عارف انه هو شطار بس نقول مصادر الكالسيوم الغذائي لان فاكرين لما برضو في حلقات التغذية اتكلمنا عن الكالسيوم الكالسيوم الغذائي ده مهمة اوي مش كل حاجة ادوية خلاص كالسيوم موجود فين؟ موجود في الحليب ومشتقاته وممكن دلوقتي الطفل يشرب باللبن الحليب انا بقول الحليب لان زي ما قلتلكو قبل كده في الدول العربية في ناس كتيرة بتتبعنا من دول عربية ومن بلاد الشام من الاردن احنا لما بنقول اللبن هم بيفتكروا بنقصد الزبادي هم عندهم اللبن يعني زبادي فاحنا عشان كده بقى عشان نفض الاشكال ده بنقول اللبن الحليب اللي احنا بنشربه ده اسمه اللبن الحليب تمام فده ممكن دلوقتي بعد سن السنة ومشتقاته اللي هي زي الزبادي والجبن وكده كمان من مصادر غنية قوي بالكالسيوم السمك والسمسم السمسم مهمة قوي بيدخل في الحاجات المعجونة اللي هي العجائن اللي هي الحاجات المخبوزات دي دي مهمة قوي اللوز كمان اللوز ده بيتطحن كده وممكن يتعامل بيه حاجات كتيرة قوي للاطفال بس لو اللوز غالي بلاش منه وربنا مدينا اختيارات كتيرة الخضروات اللي ورقها اخضر كل خضار لونه لون ورقه اخضر مليان كالسيوم مليان على اخره زي ايه؟ زي السبانخ الجرجير البقدونس السلق عارفين السلق بتاع القلقاس ده ده مهم قوي اللي بيمنع امتصاص الكالسيوم زيادة الاملاح او زيادة الملح بشكل عام عشان كده مش مفروض ندي ولادنا حاجات حدقة والمقارمشات والبطاطس دي تمنع امتصاص الكالسيوم فتلاقوا الطفل اللي بيأكل الحاجات دي يتأخر في المشي ويتأخر في التسنين ممكن الناس تقول لك الله هو ايه علاقة ده بدأ؟ ما هو الاملاح دي بتمنع امتصاص الكالسيوم يعني ممكن يكون بيأكل حاجات فيها كالسيوم بس الجسم ما بيستفدش منه وكمان بعض المضادات الحيوية بتمنع امتصاص الكالسيوم الفوسفور وفيتامين دال والماغنيسيوم بيساعدوا الجسم على امتصاص الكالسيوم طبعا غير اهمية الكالسيوم للعظام والاسنان هو مهمة كمان قوي عشان عمل الاعصاب والعضلات والتجلط الطبيعي للدم وتنظيم انزيمات الجسم وضبط ضغط الدم يلا ناخد سؤال قبل الفصل يا دكتور ابني عنده سبع شهور ودماغه بتعرق جامد قوي هل العرق ده أثناء النوم يعني وهو نايم ولا هو بيرضع ولا الاتنين ولا بيعرق في ظروف تانية غير النوم والرضاعة بشكل عام في كتير من الاطفال في الشهور الاولى من عمرهم شهور الاولى يعني تحت عمر سنة الطفل ده عنده سبع شهور بيكون عندهم عدم انتظام في نشاط الغدد العرقية وده ناتج عن ان فيه مادة في الجسم بتفرز اسمها الاسيتايل كولين دي بتحفز تشغيل الغدد العرقية بس فيه فرق ما بين التعرق او العرق يعني وفرط التعرق او فرط العرق خلاص فيه اسباب ما لاش علاقة بالطفل يعني ان الطفل مش زنبه ان هو يعرق زي ايه يعني هو ما فيش حاجة في جسمه بتخليه يعرق زي ايه زي الطفل ده لو دفيان بزيادة يعني الدفء الزائد والحكاية دي بتحصل ممكن اثناء الرضاعة ممكن وحدك الطفل كده ملتصق بيك او انت حضنة قوي يعرق كمان الملابس لو تقيلة قوي الاغطية الغطى لو تقيل قوي لو الاوضة حر ارتفاع درجة حرارة الاوضة وانا هنا عايز اقول كلمة مهمة عن خطر ان احنا نحط الدفيات في الاوض انا عارف الحمد لله الجو دلوقتي ابتدى يتحسن بقى حلو يعني بس اصدي بشكل عام بلاش حكاية ان احنا نحط دفاية في الاوضة اللي فيها الطفل ولا لحتى اللي احنا فيها لان لما بنغير مكان يعني لو الطفل ده احنا اتنقلنا به من مكان للتاني غير انها بتزود الحرارة او بتخلي الطفل ممكن يعرق هي غلط لانها بتخلينا ننتقل بقى لمكان تاني او لو رحنا مكان تاني مفوش دفاية ممكن نعية ملابس الطفل لو مش قطنية لو بنلبس الطفل حاجات بولي استر دي برضو خطر جدا بتعرق والملابس الثيرمل طالع موضة برضو كده يقول لك السنة جايب لابني جاكت ثيرمل اللي هو بيزود الحرارة على فكرة الحاجات دي لما اتعملت في بلادها اتعملت في البلاد اللي عندهم جليد وحاجات كده فانا اشياء وهم شطار قوي في تصنيعها مش معنى كده ان احنا مش شطار بس احنا شطار في الحاجات اللي احنا في ظروفنا احنا معندناش جليد ومعندناش كده انا بتكلم طبعا لانه هي فيه انواع منها مستوردة وغالية جدا وفيه انواع محلية الصون المحلية الصون انا مش بشكك فيها بس الحقيقة بقول انه تصنيعها ممكن مباش بنفس الجودة لانه هما برا مضطرين يعملوا كده ان الحرارة بتوصل تحت الصفر وكده فبلاش الحكاية دي لان فيه ناس كده يتباهوا يعني وانهم يجيبوا الاطفال الحاجات دي